اشتركوا في القناة ومكمله يسوع وتكلمنا عن ازاي ان الانسان يكون له ثقة في الله في محبة الله في حكمة الله وفي قوة الله في حياته ونتيجة لهذه الثقة الانسان بيقدر يعبر عن هذا الايمان في حياته اليومية بطرق مختلفة ففي علامة مهمة جدا في الطريق الروحي وهو القدرة على التحول من الادانة الى التحنن قدرة الانسان على انه يتحول من مفهوم الادانة الى التحنن ودي خطوات مختلفة الانسان يقدر ياخد خطوات اساسية في حياته بس ما بيقدرش ياخدها الا من خلال عمل روحي اصيل في حياته اليومية يعني كتير من الاوقات نحن نتعرض في حياتنا اليومية الى مشكلات او ان احنا بنشوف اخطاء في حياته الاخرين او بنفهم ان هناك اخطاء في حياته الاخرين او انه ممكن حد يسبب للانسان اهانة او تعب او مشكلة فبالتالي يبدأ الانسان هنا اول حاجة بتروح على فكر الانسان هي الادانة هي دايرة بندخل فيها جميعنا ان احنا بندين الاخرين والادانة دي بتحوي فيها كتير من الاوقات مشاعر مشاعر كراهية مشاعر صخت مشاعر غضب مشاعر بعد عن الناس وهكذا بص تلاقي الانسان كل الوقت مشغول مشغول بادانة الاخرين وبالتالي بيتمنى انه حد تاني يشاركه في هذه الادانة بمعنى انه كتير من الاوقات نقعد مع بعض مجموعة من الناس او فرد او اتنين ايا كانوا ويبتدوا يحكوا اول ما تيجي سيرة هذه الامور سواء كانت بها امور او 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 حقيقية او غير حقيقية في حد ذاتها هي بتسبب دائرة من الادانة ودائرة من اشتعال مشاعر السخط والغضب في داخل الانسان وطول ما الانسان عايش في الدائرة دي هي في الحقيقة دائرة سلبية جدا بتسبب للانسان مشكلات وفي نفس الوقت المسيح حذرنا منها عدة مرات وقال لنا لا تدينوا لكي لا تدانوا لأنكم بالدينون التي بها تدينون تدانون ثم من انت يا من تدين عبدا ليس لك هو لربه يقوم او يسقط هو لربه ولكن الرب قادر ان يثبته يعني معنا كده دخلنا في الدائرة الاولى دي هي دائرة الادانة للغير هي دائرة سلبية وبتسبب مشاعر سلبية بس الحقيقة كتير من الاوقات احنا ندخل في دائرة تانية هي ادانة ايضا ولكنها ادانة للذات للنفس قعدة لوم نفسي واجيب كل الظلومة على نفسي واشعر ساعتها باني مظلوم وناخد بقى دور الضحية يعني يعني يتحول الانسان لفكرة انه ضحية لهذه الاحداث وضحية للناس اللي ظلموه وضحية للناس اللي تعبوه ويبتدي يبقى ياخد كده مشاعر سلبية ايضا انه مظلوم وطالما مظلوم يبقى ربنا مش واخد له حقه فبتنعكس عازي المشاعر على ربنا نفسه وبتالي يفضل الانسان عايش في الديرتين دول يا اما دائرة ادانة الغير يا اما دائرة ادانة النفس ودي مختلفة شوية عن ان الانسان يراجع نفسه ويحكم على نفسه قبل ما يحكم عليه لكن هنا الانسان بيدخل في دائرة سلبية انه يعد يشعر بدور الضحية لو الانسان فضل في الديرتين دول هيفضل من حاجة سلبية الى الاخرى فالسلبيات اللي ممكن تحصل للانسان ما بتبنهوش ابدا وهنا الانسان يحتاج انه ياخد خطوة اساسية في حياته وهي انه يدخل في دائرة ليه ليه انا بعمل كده ليه المشاعر دي موجودة اصلا ويبتدي يحلل من داخل نفسه ليه المشاعر السلبية دي موجودة جوايا مش يمكن حاجة معلومة اخرى تصلح لهذه المشاعر او او ممكن كتير من الاوقات انه حتى لو ملقتش اعذار للاخرين المهم انت نفسك تسأل نفسك ليه هذه الكلمة اثرت فيك ويمكن لو حد غير الشخص ده اللي قال الكلمة دي يمكن ما كانتش لها نقف ستة اسير يعني بتحدد بقى فين المشكلة الاساسية اللي انت فيها حاسس بهذه المشاعر هذه المشاعر السلبية لابد انها تقف وتقف امتى كلمة ليه اسأل نفسي ليه وعد مع نفسي شوية واجعا راجع نفسي وحاسب نفسي وابتدي هنا اقف وقفة وهي وقفة مع النفس فيها بيحدد الانسان ليه بيعمل كده بس لو فضلنا وقفين كده بس وما خدناش الخطوة الرابعة هنلاقي نفسنا بنرتد للخطوة الاولى والتانية يعني هي الفترة بتاعة اننا قعد اسأل نفسي دي هي فترة محددة مش هناخدها على طول انا باسأل نفسي ليه عشان اقف ووقف هذه المشاعر السلبية وبعدين ابتدي ااخد خطوة لقدام خطوة الرابعة للمفروض او الدائرة الرابعة للمفروض نسخل فيها هي دائرة ايه المشاعر ايه المبادئ اللي بتسود في حياتك مين السيد في حياتك المبادئ السائدة في حياتك كتير من الاوقات بتكون المبادئ السائدة في حياتنا او المبادئ الحاكمة لتصرفاتنا هي مبادئ يا اما مجتمعية يا اما ذاتية وهنا الانسان بطبيعة الحال اول ما بيسيد المبادئ المجتمعية او المبادئ الزاتية بيرتد على طول ليه بيرتد للدائرة الاولى او التانية لانه هنا بيثبت لنفسه حقه في ادانة الاخرين او حقه في ادانة نفسه والشعور بدور الضحية لكن هنا في حل واضح انك تسيد كلمة الله بمعنى انه كلمة الله هي التي تكون الحاكم الاساسي او الميزان اللي هتوزن عليها هذه المشاعر ما هي مشاعر ادانة اه في حد غلطان ما هي مشاعر سلبية ايوة في مش هقولك انه محدش غلط ايوة في ناس بتغلط وناس بغلط واضح بس انت دورك ايه بقى في سيادة المبادئ المسيحية الاصيلة ييجي هنا عندنا شوية مبادئ حاكمة اللي ان عليها المسيح بوضوح ان حكمتها في حياتك هتبص تلاقيك بتخرج من الدائرة السلبية وبتستقر في ميزان المبادئ الاساسية الانجلي يعني مثلا حد ظلمك تعبك اساء اليك في امور كثيرة لو حاولت تقنع نفسك انه بار وتاخد عذر ليه هتبقى غلطان مش هتقدر مين هيقدر ياخد عذر لواحد ظلمه بس الانجيل حطهلنا بصورة مختلفة تماما حطلنا شوية مبادئ اساسية قال لنا ايه اغفروا يغفر لكم طيب انا اغفر له ازاي ده اغفر له ازاي ده ظلمني وتعبني اه هنا بقى محتاجين نفهم المبدأ المسيح الاصيل للغفران مختلف عن مفهوم المصالحة اللي ربنا عايزنا نمشي فيها يعني فيه عندنا تلات مبادئ اساسية فيه مبدأ الغفران وفيه مبدأ المصالحة وفيه مبدأ القاطعة تلات مبادئ وهنا اتعامل مع كل مشكلة على حدة بس كل الناس كل الناس انا محتاج جوايا على مبدأ الغفران لان المسيح حطهولنا كده بوضوح شرط اساسي لغفران خطيانا ان لم تغفروا لا يغفر لكم تبا نعملها ازاي دي صعبة صعبة الغفران مش كده الانسان بيبقى متضايق من جوه وازاي يعمل نوع من الاعذار للاخرين بصوا بقى هنا محتاجين لنغير من مفهومنا لمبدأ الغفران الغفران هو علاقة خاصة ما بين الانسان وربنا فقط لا يدخل فيها صلاح الاخر ما يدخلش فيها ان الاخر ده على حق ولا مش على حق ليه بقى لان هي علاقة تنظيف القلب تطهير القلب يعني هدي لك مثل بسيط جدا عشان نقدر نقرب الفكرة لو واحد في يوم من الايام جه وجاب صفيحة الزبالة كده ورح رميها فين في الاوضة بتاعتك هو غلطان بكل تأكيد غلطان بس انت دروك هتعمل ايه يعني هتفضل تتخانق معاه ولا هيجي في وقت تعمل ايه انا لازم انضف الشقة لازم انضف بيتي عملية تنظيف البيت دي ما بيدخلش فيها حقية الاخر او صلاحه دي بيدخل فيها علاقة بيني وبين ربنا وبين وبين ربنا بس فعشان كده لما ربنا ادانا وصية الغفران للجميع عارف كويس اوي اننا نغفر علشان نطهر كله بنا وانس مش هتقدر تغفر بدون معونة الهية علشان كده هناك نعمة الهية لمن يريد لمن يتقدم الى الله ويقول له غفر له يا رب بس نضف لهذا القلب ودي اول خطوة بتسيد فيها بتسيد فيها كلمة الله ان عملت الخطوة دي بتلاقي نفسك ان الميزان بتاعك بيبتدي يتعدل بس انت محتاج ناخد الخطوة اللي بعدها نقول طيب اعمل فيه ايه الشخص الاخر ده هنا الكتاب ادانا كده ايه برنامج مصالحة برنامج المصالحة ده قد ينتهي بالمصالحة وقد ينتهي بالقاطع عشان كده سيد المسيح قالنا كده الغفران ده اولا ده اول خطوة ده للجميع انا جميعنا لازم نغفر بعضنا لبعض لان ده نقاوة القلب من الداخل بس الخطوة التانية البروسيس التاني يعني بندخل فيه فكرة المصالحة ان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه المرحلة دي عبارة عن ايه اعلان الحقوق فاول خطوة من المصالحة هي اعلان الحقوق وبعد كده فيه نوع من انه المساعي المجتمعية والمساعي الكنسية من اجل عمل المصالحة من اجل ايه ان انا اقدر اتواصل تواصل جيد وهنا المسيح قال لنا ان سمع منك فقد ربحت اخاك وخلصت المصالحة واعلان الحقوق واتصالحنا طب اين لم يسمع هنقول له طب خلاص هندعي فم مشاهدين او ادعي الكنيسة طب لو خدت كل الخطوات دي ولم يحدث هنا بنخش في المرحلة التالتة والمرحلة التالتة بيقولك فيها ايه ان اعثراتك اقطعها ان عصرتك عينك اقلعها علشان كده مهم جدا ان الانسان يبقى فاهم انه يقدر يحط حوالين نفسه حدود حدود واضحة لهذه العلاقات لكن في نفس الوقت المبدأ الاصيل بتاعنا هو ايه الغفران عشان كده لما بولس الرسول يكلمنا ويقولنا انت يا من تدين عبدا ليس لك هو لربه يقوم او يسقط هو لربه ولكن الرب قدر ان يثبته وهنا انت تقدر تقول ايه هو لربه يقوم او يسقط بس انت ايه نضفت بيتك نضفت قلبك عشان كده ما نخلطش في المبادئ ما نخلطش مبدأ الغفران الذي هو للجميع عشان كده وإحنا نقف قدام ربنا ونقول له ابانا الذي في السماوات هنقول له ايه اغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمزنبين الينا نبقى كدبين واحنا بنقول له كده ولا نبقى صادقين نبقى صادقين لنا وننطهر قلوبنا كل يوم كل يوم قبل ما تخش الى مخدعك اطلب من ربنا وقول له اغفر لكل من اساء إليه عشان انا عايز هذا القلب يكون قلبا طاهرا يسكن فيها الله وهنا تحط لنفسك بقى المبادئ يعني ندتك مبدأ الغفران كمثل حط بقى كل المبادئ الاخرى اللي الكتاب قال لنا عليها علشان في الدائرة الرابعة دي انت بتسيد المبادئ الروحية بتسيد المبادئ الانجلية بتسيد المبادئ المسيحية الاصيلة علشان تقدر تعيش بكرامة اولاد الله لكن لو انت ما سيدتش الحقيقة المبدأ المسيحي هتلاقي مبادئ اخرى هي التي تسود في حياتك هتلاقي مبدأ الانتفاعية هتلاقي مبدأ المنظر هتلاقي مبدأ الشهوة هتلاقي مبادئ مجتمع هتلاقي مبادئ الزاد هتلاقي مبادئ كتير تسود وانت كرجل الله وابنت ربنا ما ينفعش ابدا يسود في داخل قلبك مبدأ اخر غير مبدأ المسيح لغاية هنا انت هتقدر تقول ايه طب انا عايز اعمل كود لنفسي ايوة بهدوء شديد طلع من الانجيل حتى على الاقل اللي بتدي بالموعز على الجبل واكتب كده المبادئ اللي قال هل المسيح وسيدها في حياتك سيد كلمة الله في حياتك لانه كلمة الله هي اللي تعطي للانسان حياة لغاية كده الانسان بيبتدي يخرج برة المشاعر السلبية ويقول خلاص المشاعر السلبية اللي انا عشت بيها دي انا كلمة الله بتسود فهبتدي انا ااخد خطوة مختلفة بس الغاية هنا انت لسه ما وصلتش للتحنن عشان كده احنا بناخد الدائرة الخمسة اللي بنخش فيها اللي هي دائرة ايه فكرة المسيح ايه هو فكرة المسيح طيب مش ربنا ادينا وصايا اه ادينا وصايا وهذه الوصايا هي وصايا اساسية للحياة الابدية بس عايزك انت تتشبه بالمسيح مش بس بالقانون ربنا ربنا لما حط للبشرية حط لهم كده قوانين ناموس ينمو قليلا قليلا علشان في الاخر نصل الى فكر المسيح فحط لنا شوية مبادئ جبت في البداية راح تطلنا الوصايا العشر ووصايا بسيطة واحد اتنين تلات عشر وصايا نفزهم ولمو نفستهم هتلاقي حياتك فيه امام ولو نفستهم هتلاقي حياتك فيها بركة ويجي كده ربنا يرفع شوية 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 لغاية ما يوصلنا لان فكر المسيح فيجي بولس الرسول يشرح لنا يعني ايه فكر المسيح يدي شوية وصايا كده لأهل فليبي وشوية الوصايا كده يجي في النهاية ينهيهم بوصية لا يرضي كل واحد ما لنفسه فقط بل ما هو لآخرين ايضا ليكن فيكم هذا الفكر الذي هو في المسيح ايه ده وفكر المسيح بس اننا لأردي نفسي بلأردي اخرين ايضا اه عشان كده رح مدينا مثل مهم جدا وقال لنا ايه عشان هو المسيح ده بقى اذ وهو في صورة الله لم يحسب اختلاسا ان يكون مساويا لله ولكنه اخلى ذاته صائرا في شبه الناس واذا وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت موت الصليب تخيل بقى الفكر بتاعه كان ايه اخلى ذاته واطاع ومش بس اطاع حتى الموت ده الموت مش بس موت العادي ده موت الصليب اللي مليان عار بس خلي بالك النتيجة بتاعته هي ايه لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة مما في السماء ومما على الارض ومما تحت الارض ويعترف كل لسان بان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب شايف النتيجة الحلوة هيحصل فيك اندخلت في الدائرة الخامسة اللي فيها فكر المسيح اللي فيها بتقول انا اخلي ذاتي من اجل الاخرين بتتحنن على الاخرين ولما تتحنن عليه فجأة كده بتلاقي نفسك ربنا يبارك حياتك ويرفعك ويعطيك اكثر جدا مما تطلب او تفتكر عشان كده مهم جدا ان الناس بتدوا يفكروا هو الدائرة الخامسة دي انا لما اخلي ذاتي من اجل المسيح هخسر ابدا عمرك عمرك ما هتخسر ده بالعكس بالعكس ده انت هتكسب اكثر بكتير مما تتخيل لان الله يبارك حياتك ويبارك القليل الذي عندك اهم حاجة فيها هتحصل لك ان فكر الادان اللي كان موجود عندك او فكر الضحية اللي كان موجود عندك فجأة بيتلاش وبدل منه بيحط في قلبك تحنن رحمة غفران صلوات للبركة فتلاقي نفسك عايش في ايه في سلام وفي نعمة يمكن الاخرين يبقوا يبصو لك ويقول ازاي دا عامل كده وانت من جواك في سلام وفي هدوء وفجأة كده بتلاقي نور ربنا يشعي في حياتك تستنير عيون ازهانكم فجأة في استنارة للفكر في استنارة للحياة في استنارة لكل عمل عشان كده انتوا تفكر مع نفسك دلوقتي هو انت عايز تنتقل من الادان الى التحنن اه مفيش حد مننا عايز يقعد في الادانة حدش مننا عايز يقعد دايما في الادانة الا انت عايز تستمتع بانك انت طول النهار عايز تقعد تتكلم على الناس وطبعا دي ما بتجيبش نتيجة كويسة وما بتجيبش نتيجة خالص تتكلم على الناس تديني الناس تتعب الناس وانت نفسك حاسس انك انت بتشبع غرورك وبتشبع ذاتك على ايه على حساب الاخرين بس خلي بالك دي كلها مشاعر سلبية بتجرك للارض لن تشعر ابدا بالسلام في مثل هذه الحالة لكن اللي هيشعرك بالسلام الحقيقي هو ايه انك انت تتحول من هذه الادانة الى التحنن الى فكر المسيح اللي فيه بيخلي ذاته وعشان كده خلي بالك اخلاء الزات ده بيخلي الانسان عبارة عن ايه فقدان ربنا قد يبدو الى الناس انه فيه موت ولكنه في نفس الوقت حياة تعالوا نشوف كده في الكتاب الاوقات اللي اولاد الله اخلوا ذواتهم من اجل الله ربنا عمل ايه حول الموت لحياة ابراهيم يخلي ذاته امام الله ويحول موت ابنه الى بركة وحياة ليه ويقوله بس ده انا مش بس اباركك ده انا اجعلك بركة والناس لا اكسر ناس لك واجعلهم كالنجوم في السماء والرمل على البحر يعني ربنا يديه مكرمة مكرمة لكل الكنيسة فاصبحت العذرة مش بس عبدة هي امنا كلنا اخلى ذاته يرفع ربنا عشان كده كل الكديسين اللي عاشوا بهذا الفكر عاشوا حياة مقدسة ومباركة فانت محتاج انك تقعد مع نفسك كل نهار ده معلش انت محتاج انت تقعد مع نفسك وتكرر ايه المبادئ اللي انت عايز تعيش فيها وانت عايز تعيش في الادانة طول عمرك ولا انت عايز تتحول للتحنن التحنن ده بقى هيخلينا نفهم حاجات مختلفة اول حاجة هنخلينا نفهمها الفرص الروحية الاصيلة اللي بتضع امامك بتقدر تشوفها بالراحة بتشوفها بتشوفها واضحة قدام عينيك يعني خد مثل السامري الصالح انسان مجروح انسان مضروب مطروك بين حي وميت زي ما المسيح قال في المثل بتاع هنا عندنا ثلاث اشخاص كل واحد منهم بيفكر بطريقة اول واحد يمر كاهن يمر ينظر ينظر وبعدين ايه المبادئ الحاكمة مشغول تعبان لا ينجس نفسه لا يتعامل مع الغرباء ايا كان بقى السبب اللي هو عليه بس بالنسباله ما شافش ما شافش ايه ما شافش الفرصة ما شافش الفرصة يمر لاوي نفس الحكاية ايا كان السبب بس برضو ما شافش الفرصة ويمر سامري وهنا يشوف الفرصة فالكتاب فالكتاب يقول لما لما رجعلك ادفع لك مهما صرف وهنا الكتاب يدينا ايه فرصة فرصة للبركة ما بيشوفش روح الله الكدوس ثمر جميل لروح الله يثمر في قلب مملوء بالتحنن لا يثمر روح الله الكدوس في قلب متكبر انما قلب متحنن قلب متواضع هتلاقي روح الله الكدوس يثمر فيك فاللي انت بتدور عليه هتلاقي جواك لو بتدور على محبة وفرح وسلام وإيمان وطول أنا وحكمة هتلاقي كل ده موجود قدامك لان روح الله يثمر فيك لو انت ما شفتش هذا الثمر في حياتك من خلال تحنن الله طب هتشوفه ازاي واتشوفه امتا بص تلاقي انت من جواك في استقرار عشان كده تبص تلاقي الذين يحيون في دائرة فكر المسيح فكر التحنن مش بس هم احنينين على الناس ده هم كمان بيستمتعوا بالبركة اللي ربنا بيدهالهم بيشعروا بحنان الله ليهم بحمايته بص تلاقي يشعر ان ربنا شايفه شايفه في كل اوقات حياته شايفه في ظلمته وشايفه في ضيقته وشايفه في كل احتياجاته ربنا شايفك وبيتحنن عليك وشايف هذا الحنان اللي ما لقلبك وبعدين تبص تلاقيك تبص له كده وتقول له معك لا اريد شيئا ما خلاص ما انت ربنا متحنن عليك وفوق ده كله بقى تشعر بايه بالامان بالامان سلام الله الذي يفوق كل عقل بامان ليه حتى ان صرت في ودي ظل الموت فلا اخاف شرا ليه ما انت حاسس بايدي اللي بتحوطاك عصاك وعكازك هما يعزياني عشان كده خلي بالك بتبتدي بقرار منك وقرار ده الآن لو هتأجله البكرة الآن انت عايش تعيش في دائرة الإدانة ولا دائرة الضحية ولا عايز تعيش في دائرة سيادة كلمة الله وفكر التحنن فكر المسيح القرار ليك ان كنت عايز تعيش في هذا الفكر الذي هو فكر المسيح فطوباك هتلاقي كل البركات موجودة في حياتك ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين تفضلوا صديق